ايام قليلة واقف النادي الاهلي والزمالك امام تاريخهما الكبير في القارة الافريقية فهل يكون في الموعد؟ الاهلي امام القطنة والزمالك امام شباب بلوزداد فرصة لمصالحة جماهرهم والاهم فرصة لعودة كبيرة لكبار القارة زعلنا من الاهلي زعلنا من الزمالك زعلنا على حال الكرة المصرية بس هم في ايديهم يمحوا كل حاجة سيئة حصلت خلال المباريات الماضية هيفضل النادي الاهلي وجنبه الزمالك كبار القارة على مستوى الاندية واسقين انه هم يقدروا لو كل لاعب فكر في قيمة وتاريخ التيشرت اللي لابسه مسندة الجماهير والهدوء دلوقتي اهم حاجة وبعد كده ممكن نتكلم وان شاء الله الكلام وقتها يبقى حلو بسعود الفريق يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلاص كلها كم يوم كل اهلي يلعب مع القط في الزمالك يلعب مع شابه بالزداد تتمنى لهم التوفيق ندعم ونساند نقول لهم انتو كبار والمفروض يبقوا عارفين ان هم كبار والاندية كبيرة كده كده بس اللاعب اللي بلعب في أرض الملعب لازم يبقى فاهم وعارف هو لابس تيشرت مين لابس تيشرت الاهلي يفهم التاريخ الطويل العظيم للنادي الاهلي لابس تيشرت الزمالك يفهم التاريخ العظيم الطويل للنادي الزمالك ببساطة يعني اللي فات مات ولو مؤقتا مات لنا كلنا لحضرتك كلاعب حضرتك كمدرب حضرتك كإداري للنادي واحنا كمان مات مهم وروني بقى الصورة الحلوة ساعتها هنقول ان شاء الله يعني لما الاهلي يصعد عن هذه المجموعة في مهمة صعبة جدا جدا هو ده النادي الاهلي هي دي عظمة النادي الاهلي في الصعوبات تلاقي النادي الاهلي لما الزمالك يصعد في مهمة صعبة جدا يقول هو ده نادي الزمالك زمالك التاريخ زمالك العظمة يا حلوطك يا زمالك فرصة فرصة نمحي كل ما صبق عارف انت يقولك ايه امحي كل ما صبق ونبدأ من جديد انسى بقى انت وانت بتلعب في ارض الملعب ما تقولش الجمهور متضايق مني ده الجمهور هاجمني ده الجمهور شتامني ده الجمهور عمل فيا ده الجمهور عمل شعارف ايه انسى كل ده انسى جمهور الكورة ده في العالم كله مشاعره تتغير في المباراة الوحدة يعني تلمس لمسة حلوة تليه بيسقفلك تلمس لمسة غلط يهاجمك ترجع تلمس لمسة حلوة هيصلك فعادي جدا جمهور الكورة اول ما هتسهل عن مجموعتك في افريقيا هيقولك ايه ده ده انا بشجع اعظم نادي في الكون ايه ده ده انا عندي احسن لعبة في العالم فانسى اللي فات وولي الجديد ده بقى او اللي جاي ده هو البداية اه صحيح الاهلي تحديدا موقفه مش بيده لوحده بس اكسب اكسب المبراطين اكسب القطن والهلال وحكيا نشوف اللي هيحصل نفس القصة الزمالك ان شاء الله خير بإذن الله يعني بإذن الله مش كل مش كل يوم هنكائب على نفسنا طيب في نقطة على الهامش كده عايز اتكلم فيها احترم جدا احترم جدا واخليها عامة مش هخصص ولا هسمي احترم جدا إدارات الاندية اللي في الظروف الصعبة تحمي تحمي مين تحمي الجهاز الفني تحمي المدرب تحمي اللاعبين تقول إنها مسؤولة أنا المسؤولة عن أي أخطاء وأي مشاكل أنا اللي هقدر أعالج أي أخطاء وأي مشاكل واحترمي يقل شوية وبصراحة كتير لو الإدارة سلمت اللاعبين والمدرب للجماهير بتدايق ليه؟ إحنا كلنا في مركب واحدة لو أتكلم من كل نادي يفكر كده إحنا كلنا في مركب واحدة يعني إيه؟ يعني المركب ديت لما تنجح يبقى كله نجح إدارة ومدرب ولعبين لما تتعصر يبقى كله تعصر إدارة وجهاز فني ولعبين كأنت لو إدارة بتستخدمي قوتك الإعلامية الرسمية أو أو الغير رسمية عشان يتم الهجوم على مدرب أو لعبين تبقى إدارة مش مسؤولة ببساطة يعني دي للتفكير مش هسمي فيها بس دي للتفكير بس نقط نفكر فيها كده إيه بالراحة لأهل والزمالك تعصروا في الفترات الماضية بصراحة مشكلة أن الدولي بتاعنا كمان شكله رايح لسكة ملل للأسف يعني ليه لسكة ملل نوضح أن المنافسة هتبقى أحدية نادي الأهلي وخلاص للأسف مش للأسف أن الأهلي بينافس للأسف أن الأهلي بينافس لوحده إنه الزمالك مطراجعة جدا في الدولي في يوتشار بيحاول يعني إيه بيمشي يكسب له ثلاثة أربعة ممكن يقع مطشي تعادل ولا حاجة ماشي لسه برضو ها في النفس في يوتشار في المنافسة يعني بيرامدز النهاردة خسر برضو بيبعد شوية عن المنافسة ده يا جماعة نفسه أنا عايز بيرامدز وفيوتشار وعايز الزمالك يرجع وينفسه ما هو الدوري إيه ده اللي بيبقى فيه فرقة تكسب الدوري تقريبا من الدوري الأول أو يعني تحسم الدوري أو يعني ملاش تحسم أو تقترب من الفوز بالدوري من الدوري الأول الدوري عمش هيبقى حلو عايزين منافسة يا جماعة مش عايزين نرجع لأيام فاتت هتقول لي إيه ده مش عايزة الأهل يكسب الدوري لا يكسب الدوري طبعا بالزمان يكسب الدوري طبعا وفيوتشار يكسب الدوري طبعا اللي يتعب ويكتهد ويكسب ويشتغل يكسب بكلم عن المنافسة رو المنافسة هم نحب الدوريات في أوروبا عشان فيها منافسة طول الوقت من الدوري الأسباني شوية فقط بعض من متعدته عشان المنافسة بقت ريال مديده برشونا بس وحتى برشونا لو كسب ريال مديد يوم الحد خلاص خد الدوري هو كمان ومن بدري برضو فبرضو المنافسة حلوة تخلي المشاهدة يعني انت لما يبقى فيهم نفسة انت بس مشجع أهلي لو فيهم نفسة هتبقى مركز مع مطشاط الزمالك وهتبقى مركز مع مطشاط بيراميدز وهتبقى مركز مع مطشاط فيوتشار عايزهم يقع عشان خاطر في إيه تك تكسب نفس الأمر جمالي الزمالك والكلام اللطيف ده دلوقتي الأمور الشكلها مش رايحة لسكة عظيم النهاردة بيراميدز خسر من البنك الاهلي اتنين واحد وبنك الاهلي ده أول فوز مع بابا فاسيليو فوز كان مستحق بصراحة البنك الاهلي لأبو بروح كبيرة جدا محمد فتح يتقدم ليه البنك الاهلي فيه دقيقة عشرين وتعادل فخر الدين بن يوسف لبيراميدز في دقيقة سبعين دي الأهداف أمام حضراتكم هدف محمد فتح رأسية رائعة جدا جدا على فاكرة فيه ناس لا محمد الشناو في الكرة دي بس أنا حسها صعبة جدا يعني برضو هدف بيراميدز حلوة بتاع فخر الدين بن يوسف فيه كرة حلوة يعني فيه لعبة حلوة يعني بعد كده في دقيقة واحد وتمانين وسامة جلال اللي فيه كلام كتير عن اهتمام النادي الأهلي به المدافع الدولي أخطأ خطأ غريب جدا قدام إصحاب يعقوبه عشان يعمل عرضية يسجل منها محمود قعود الهدف الثاني وهدف الفوز دي البنك الأهلي بص بص بقى ايه مسموها جلال بيعمل ايه ده وقت ده وقت ملاوات ماشي مدافع كبير مدافع ده على فاكرة هم دفع رائع جدا بس أخطأ غريبة بصراحة أخطأ غريبة يعني مبروك للبنك الأهلي فوز مستحق اليوم على بيراميدز وإن كان بيراميدز أيضا أضع بعض الفرص اللي كان ممكن يتعادل بها في نتيجة هذه المباراة نروح ليه أخبارنا النهاردة وحسين الشحات حسين الشحات تخيل حسين الشحات جماهير النادي الأهلي بتقول امتى يرجع امتى يرجع من الإصابة حسين الشحات لجميع النادي الأهلي في وقت من الأوقات ما كانتش حابة تشوفه أصلا في قيمة الفريق لا الساعة والاحتياطية هو عمل كومباك في مستوى بشكل مش طبيعي وأصبح حسين الشحات أهم أوراق النادي الأهلي في الوقت الحالي وغيابه أثر كثيرا على النادي الأهلي فتحية كبيرة لحسين الشحات إن واحد غيره كان ممكن خلاص بقى يتم هدمه وإنه مش يعرف يلعب تاني ويسيب النادي الأهلي عمل كومباك في مستوى مش طبيعي حسين الشحات انتهى من تنفيذ البرنامج التأهيلي اللي خضع ليه بسبب سابته فيه عضلة السمنة وشارك فيه تدريبات الفريق الجماعية بجنوب أفريقيا وأصبح جاهز خلاص لمواجهة فريق القطن اللي جاية ومارس الكولر قرر إعادة حسين الشحات للتشكيلة الأساسية للفريق في مباراة القطن وهيكون غالبا مش أكيد غالبا على حساب طاهر محمد طاهر غالبا بس هي صعبتها في إيه إنه عشان يلعب مكان طاهر محمد طاهر ده معنا إن حسين الشحات ممكن يلعب شمال عشان بيرس تاو بيلعب يمين ومحمد الشريف في الهجوم إلا لو لعب محمد شريف هو الجناح وحسين الشحات في مركزه على اليمين وبرس تاو مهاجم فهي دي بس اللغبطة بس حسين الشحات غالبا غالبا هيبقى موجود أساسي فيه مباراة القطن بغض النظر عن الشكل اللجومي هيكون عامل إزاي ده بالنسبة له حسين الشحات مرس الكرة كمان خلال تدريب الأمس قام بعرض القطات كثيرة من مباراة سانداونز على اللاعبين وجه ليهم لوم وعتاب شديد جدا على سوق المستوى اللي ظهروا بيه كلها تأكد لهم إنه ما كانش فيه لعبين في مستواهم ما كانش فيه أسوأ من كده ممكن يظهر به النادي الأهلي أمام سانداونز وإنه مش ممكن الفريق يرتكب كم الأخطاء دي في سوق التمركز والتغذية وعدم تنفيذ التعليمات في مباراة واحدة قال لهم نصا كده شفت ووصلنا لإيه شفت ووصلنا لإيه قال لهم كمان أنا قلت في المؤتمر أنا بطالب سانداونز بلعب مباراة فيها جداية أمام الهلال لكن في الحقيقة إحنا اللي لازم نلعب ونكسب المباراتين القادمتين أمام القطن والهلال ونثبت إنها نستحق والفوز يكون أقل حاجة ممكن نقدمها للجمهير وناخد الست نقاط كرة بعد ما خلص المحاضرة عن مباراة سانداونز عرض على اللاعبين لقاطات من مباراة القطن وقال إنه متوقع إن المباراة مش هتكون سهلة خصوصا في زل درجة الحرارة المرتفعة هناك وسوق أرضية الملعب بالمناسبة يعني ده كلام اللي احنا قلنا لحضراتكم دلوقتي ده كلام ينفع يطلع بشكل رسمي بالمناسبة ينفع يطلع النادي الأهلي يطلعه بشكل رسمي على الموقع الرسمي بتاعه نمرسل كلها قاعد مع اللاعبين ولمهم وعرض الأخطاء بتاعتهم يعني خد بالك أنا بقولك كلمتين دول ليه في حاجات ينفع تطلع على الموقع الرسمي في حاجات لا يعني الموقع الرسمي لأي نادي بيطلع حاجات ضقيقة جدا وما فيهاش الأخبار السخنة اللي هي بتقال في المواقع والبرامج طبيعي يعني شغلة البرامج وشغلة العلامة ان هو يجيب الكواليس الكواليس النادي بقى ما يطلعش بشكل رسمي الكواليس تمام لكن دي حاجة ينفع تتقال عادي ان مارسل كلر قاعد ويبص ويقال للعبين أخطاءهم وقال لهم انتو عندوكم مشاكل ايه مفيش مشكلة لكن صراحة يعني اعطونا يا جماعة الصورة اللي كانت على الموقع الرسمي النادي لأي لعشان عايز اعلق على حاجة بسيطة وهي على فكرة حاجة فرعية جدا ومش مشكلة ومش قزمة ومش حاجة كبيرة يعني موقع الرسمي للنادي العالي ارضونا جماعة هنا لو سمحتوا على الفيديو قول بس يا سيدي هتقولنا ما كنتش فيه عنوان مارسل كلر الموديل الفني لفريق النادي الأهلي حرص على مشاهدة تسجيلات لمباريات القطن الكاميروني رفقة الجهاز المعاون له للوقوف على نقاط الضعف والقوة للفريق قبل مواجهة الفريقين مساء الجمعة المقبلة وحرص كلها على عقد جلسات مع جهاز المعاون في بداية تحضيرات الفريق لمباريات القطن الكاميروني والبرنامج التدريبي للفريق خلال وجوده في جنوب أفريقيا وقبل السفر إلى كمان وقف هنا واحدة واحدة جماعة بأمانة أنا كمتابع أنا كإعلامي أنا كمشجع مستني أعرف أن مارس الكولر تفرج على القطن اللي هيلاعبه يوم الجمعة اللي جاية هل ده خبر بالنساء هل دي مفاجأة طيب هل أنا محتاج أعرف أن مارس الكولر قاعد مع جهازه المعاون عشان يقوله البرنامج التدريبي للفريق قبل مواجهة الكولر كاميروني ما أكيد فيه برنامج تدريبي وأكيد هو تفرج على القطن طيب مش بعدل كلهم أسدزة وكلهم زملاء أعزاء مش بعدل مش بقوله أنه هما يعرفوش ما نعرف عفوا يعني بس أعلمونا أن الخبر في الحالة اللي زي دي أن مارس الكولر يرفض مشاهدة مبارائيات الكوتن قبل مواجهة النادي الأهلي يرفض هنا بقت حاجة غريبة إزاي يعني مارس الكولر رفض يفرج على القطن اللي هيلعبهم إزاي هنا بقى خبر هنا بقت حاجة غريبة لكن مارس الكولر سح من النوم تمام فطر آه أكيد آه آه شرب شوية شاي بعد الفطار تمام اتفرج على القطن اللي هيلعب والمطش اللي جاي أكيد نزل التدريبات واللعيبة بتتمر طبعا عمل برنامج تدريبية عشان المطش بتاع القطن الكاميروني أكيد بتقول لي إيه ما أنا ما عرفتش المعلومة إيه الخبر بقى هنا ما بقىش ده خبر ما بقىش خبر أنا عايز أعرف عايز أعرف اللي بيحصل آه زي ما قلتلك إنه فيه كواليس من جوه قوي مش المفروض إنها هتتعرف ده ده موقع رسمي لكن فيه حاجات برضو ينفع تتقال تبقى مفيدة لكن ده مش مفيد بصراحة لأنه لما شفت الخبر النهاردة أعترى الخبر من أقوله لآخره أكيد هلاقي كلمة فيها حاجة مش عارفة عمل برنامج تدريبي عشان المطش وبفرج على القطن اللي هيلعبه يوم الجمعة مثلاً يعني ماشي مرسي كله بقى خلال اجتماعه مع لعبي النادي الأهلي اللي كنا لسا نتكلم عليه حرص على الإشادة ببيرسي تاو بعد مستوى رائع جداً أمام ساندونز وشكر بيرسي أمام اللعبين وقال لهم لو الفريق كان عنده نفس الروح اللي لعب بيها بيرسي تاو ما كانش الفريق خسر بخمسة أهداف وظهر بالشكل المتراجع ده بيرسي تاو بصراحة عمل مباراة استثنائية قدام ساندونز استثنائية وإن كان يعني يولام على كثير من المباراة اللي قابل المباراة دي بس او المباراة دي كان بيرسي تاو ظاهر بشكل جيد جداً موسيماني مديل فني السابق أو الأسبق بقى للنادي الأهلي عشان فيه واحد في النص اللي هو سوارش اسم كبير في الكرة المصرية حقا نجاحات عظيمة مع النادي الأهلي موسيماني بس موسيماني مدارب الجنوب أفريقي دخل واخد بالك بقى من الكلمات اللي أقولها دي خد بالك في الحاجات اللي زي دي بقى بقى ضقيق جداً دخل في اهتمامات بعض مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه كخليفة لجزوالدو فريرة دخل اهتمام بعض مسؤولي نادي الزمالك معناها إيه؟ معناها أنه لسه نادي الزمالك مش واخد قرار في موسيماني الزمالك لما يتحدث مع موسيماني الزمالك ما قالش أكيد هنجيب موسيماني حتى في اجتماعات مفيش مفيش حاجة بس في بعض المسؤولين جوا نادي الزمالك قالوا ما نجيب موسيماني التراح اسم ده الخبر ده الخبر اللي جانا و عرفناه من أحد مسؤولي نادي الزمالك طيب موسيماني بقى نفسه هل ممكن يجي نادي الزمالك الله أعلم معرفش وممكن يبقى فيه عرض وطلب وفيه مفاوضات وفيه أمور مالية فممكن موسيماني يجي نادي الزمالك معرفش معرفش هو بقى هيجي نادي الزمالك وكان بيدرب الأهلي ولا لا أتصور أنا شخصية موسيماني ممكن تخليه يجي عادي تحديداً بسبب زوجته اللي بتتعامل بأمور مالية أكتر منها أمور معنوية وتاريخه مع نادي الزمالك بشكل جيد مع أهل جدة السعودي بدورة درجة التانية هناك متصدر المجموعة أو متصدر الدورة هناك يعني فما أعتقدش أنه ممكن يسيب نادي هو ماشي معاه كويس مش متأكد بس أنا بقول لكم الخبر اللي جن أنه ليه لأ موسيماني يجي يضرب الزمالك شفت أنا الضقيق إزاي كان سهل جداً أقولك إيه موسيماني أقترب من تدريب نادي الزمالك ما بحبش أنا بقى الأخبار اللي هي من نوعية إيه فرق عوجري دي ما عملهاش كده بس أقولك برضو اللي عندي يعني ما شلش المعلومة عندي وأخبيها أقولها عشان ما تزعلش مني لأ أنا أقولك المعلومة بس بضق بحدودها كمان يعني الزمالك يخاطب اتحاد الكرة المصري لمخاطبة لاتحاد الدولي للكرة القدم لاستعجالهم في إرسال مبلغ 350 ألف دولار دي قيمة مشاركة أو نسبة مشاركة الزمالك من مشاركة فرجاني ساسي لعب الزمالك السابق كواسي في الدين الجزيري مع منتخب تونس في كأس العالم كان من المفترض أن تكون هذه المستحقات من نصيب اتحاد الكرة طبقا لما قدمه نادي الزمالك وقت قزمة القيد ولكن بعد الجدولة الأخيرة فبقى الزمالك عايز ياخد الفلوس بتاعته بمشاركة اللاعبين طيب أيضا جزاله فريرة لسه مع نادي الزمالك يعني يدرس راحة نبيل عماد دونجا من المشاركة في مباراة شباب لزداد مصدر بنادي الزمالك أكلنا أنه هناك رغبة في إبعاد اللاعب بسبب اعتراضه بالأمس على تغييره في مباراة إنبي وحديثه بشكل غير لائق اللعب أو اللعب ظهر بشكل أيضا غاضب في مران اليوم وده اللي دايق فريرة أتمنى بالنسبة لي يعني أتمنى أن الأمور تتلم ووقتها ساعة إنها هتتلم طبعا مرفوض لو دونجا غاضب مرفوض بس أتمنى أنه برضو الجهاز الفني ودونجا يلموا للأمور عشان دونجا مهم جدا في مباراة شباب لزداد كان واحد من أهم اللاعبين في مباراة الترجي من أهم اللاعبين فالمواجهة لزي دي انت محتاج واحد ستة تقيل زي دونجا بصراحة وقد النظر أنه مستوياته متبينة جدا من ساعة ما جاء نادي الزمالك بس يبقى له كمتو يعني أتمنى تتحل الأمور قبل مواجهة شباب لزداد كمان مصدر بنادي الزمالك قال لنا أن محمد عبدالغاني مدافع الفريق هو اللي طلب التغيير في مباراة أمي بين شوطاي اللقاء هو حاس أن الكرة ما عنده والجمهور ضغط عليه جامد ففضل طلب الخروج من المباراة وده اللي عارف به كابتن إسماعيل يوسف وطلب منه تركيز في اللي جاي وإن اللي جاي أصعب في خطوة إيجابية نادي الزمالك قرر صار في جزء كبير من مستحقات اللاعبين المالية خلال الساعات اللي جاي بعد وصول وصول قيمة انتقال إمام عشور إلى متلند قال دنمارك اللي لما 3 مليون دولار عشان الأمور تتحل الأيام أو الساعات اللي جاي قبل مواجهة مهمة جدا أمام شباب لزداد وخيرا فعل نادي الزمالك نسيب نادي الزمالك ونروح ليه المنتخب الأوليمبي روجيرو ميكالي الموديل الفني المنتخب الأوليمبي هيضم 3 لعبين من منتخب الشباب اللي خد نقطة واحدة في كأس الأمور الأفريقية الأخيرة دي معسكر المنتخب الأوليمبي المقبل لخوض مباراتي زنبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهايات كأس الأمور الأفريقية بالمغرب من بعد 3 اللي من منتخب الشباب رعفة خليل واحمد شريف وإياد العسقلاني هم دول اللي هينضموا في المباراتين المباراتي زي ما تكون يوم 22 مارس اللي جاي باستاد الدفاع الجاوي الساعة 6 والإياب هتكون يوم 26 مارس في زنبيا الساعة 6 أيضا بتوقيت القاهرة إن شاء الله ماشي نكمل كلامنا اللي جاي ده هستسمحكم نركز فيه شوية هستسمحكم نركز فيه شوية ليه دايما لما بنيجي نعمل مقارنات بين الكرة المصرية والكرة في العالم في أوروبا مثلا بتلاقي الناس تيجي تقولك لا لا يا عم تبتكريني مين تبتكريني من ناس شبه زروفي تبتكريني بأسبانيا وإنجلترا وفرنسا والبرازيل وألمانيا وإن كنت أنا من الناس بتحب المقارنات دي يعني محبش قاعدة النقص اللي هي بتاعت ايه لا دول بعيد عننا بأميال ماشي تبا نقرب أنا هفضل كل شو بعاد عني قوي مش هبص لهم ما نبص لهم على الأقل يعني شوف بيعملوا ايه ونقلدهم كنت من كام يوم بقول لكم نغش نغش منهم يعني يعني مش عيب يعني نغش البلاشة حين أنا بتاكر نغش تشوف بيعملوا ايه ونمشوا ورا طيب دا البعيد دا البعيد طيب نيجي نتكلم على السنغال كودفور غانا مش عارف ايه يقولك لا لا ما هدول برضو عشان عندهم مش عارف مجنسين واي واي فهم برضو سبقلنا في حتة مش هنعرف نوصلها حتى دول جيران ماشي نبعد عن دول تروح بقى للي تحت قوي تنزل بقى تحت خالص تبص له هو مش عارف تبص حتى على جنبك يعني تجي تبص على جنبك تقولي لا بعيد تبص على البيت تقولي لا بعيد قوي ما تبصلوش قصر انت ابنبص تحت تلاقي اللي تحت دا عمال يطلع لك تحت قوي عمال يطلع لك ويقرب منك دا كان تحت خالص زي منتخب جنبيا كده منتخب جنبيا اللي وصل فاينال كائس الأمر الأفريقية للشباب اللي مقامة في مصر فاينال كائس الأمر الأفريقية للشباب اللي وصل بطبيعة الحال إلى كأس العالم للشباب اللي كان واصل كأس العالم للشباب النسخة الماضية اللي تلاغت بسبب كورونا المنتخب اللي شارك في كأس الأمم الأفريقية 2021 لأول مرة في تاريخه وصعد لربع نهائي البطولة طبعا ما كسب تونس وكسب غينيا وتعادل مع منتخبات كبيرة يعني في القرى الأفريقية إيه حكايته دا إيه حكاية منتخب جنبيا دا اللي محدش حاس به عمال يتسحب كده وشكله هيبقى قوة كبيرة في القرى الأفريقية بص الحكاية بص الحكاية حلوة ازاي وبص ما تقام نين لانت هتتفاجل لوقتي لما تعرف ان المشروع منتخب جنبيا دا بدي امتى في 2014 2014 الانتحاد الأفريقي الكرة القدم قال لك إيقاف لمنتخب جنبيا لمدة عامين من المشاركة في أي البطولات بسبب انه أشرك خمس لعبين فوق السن القانوني في كأس قومة أفريقية للشباب قال لك وقف لي بقى النشار خالص هنا ما ملعبوش في أي بطولة أفريقية جنبيا دي خالص لمدة سنتين من كام لكام من 2014 ل2016 شلل تام حاجة يعني تأذي تماما يعني يوم الاتحاد الجنبي يتعقد مع خبير بلجيكي اسمه توم سينفت ويعينه مدير فني للمنتخب الجنبي عام 2018 تحديدا في شهر يوليو شهر يوليو 2018 كان الإقاف اترافع عن المنتخبات الجنبية من سنتين شوف بقى هتعمل لنا إيه لحنا الكرة عندنا فيها شلل تام 2018 يعني احنا بنبدأ الحكاية منين تركز معاي من 2018 فجي الراجل البلجيكي دوت وعمل حرفيا ثورة في كرة القدم في جنبي ازاي ازاي اول حاجة الراجل نزل قال له ماريوني الدولي بتاعكم كده فين الكرة بتاعتكم لا الكرة بتاعتكم دي ما تنفعش دي ما تعملش منتخب طب يا يا سيدنا ما احنا كنا عايشين بيا ما انتم كنتش عايشين تكونش بتكساوه حاجة لو كنت تعرف تعمله اي حاجة طب نعمل ايه انتم عندكم مهاجرين من جنبي موجودين في اوروبا اه طبعا عندنا بس هتليهم معهم جنسية تانية طيب لو سمحتم ابعتوا هاتوهم يعني اتوروا عليهم كده وابعتوا هاتوهم لي هنا هشوفهم لا معناش فلوس احنا كالتحاد معناش فلوس ان احنا نجيب اللعيبة داية وتزاكر وإقامة وبتاعة مش هنعرف نعمل كده طب يا جماعة نعمل ايه ما عرفش احنا مش هنعرف نجيب لعيبة من اوروبا راح قال لهم طب خلاص انا هطلع على حسابي انا هلف في اوروبا وادور على اللعيبة اللي اصولهم من جنبيا واقنعهم انه يلعبوا لمنتخب جنبيا يا راجل بتكلم جد اه ببتكلم جد طب اتفضل راح رجع جايب لهم مجموعة لعبين رائعين في المنتخب الجنبيا فيوصل الحال ان المنتخب جنبيا في كاس العال في كاس الام الأفريقية 2021 تبقى القائمة بالكامل لعبين محترفين في اوروبا بجد اه بجد عملها ازاي دي عملها عشان اجتهد عملها ازاي دي عشان ما بخلش عشان ما بخلش منتخب يشارك لأول مرة في كاس الام الأفريقية 2021 ده نجاح ملن الرجل المدرب البلجيك يوصلوا كمان لربع نهائي ده نجاح به يعني مش مشاركة وخلاص مش مشاركة وخلاص طيب يتأهلوا لكاس الام الأفريقية وخدوا المركز زي ما قلت لكم او وصلوا لي ربع نهائي كاس الام الأفريقية طيب العقد كان كام كان لحد امتى العقد مع الرجل ده كان من 2018 ل2023 كان خمس سنين قالوا لا تعالى بعد ما تأهل لكاس الام الأفريقية احنا هنمدي العقد سنتين كمان عشان تبقى عدت معنا سبع سنين لحد 2025 ومش بس هتبقى مدير فني ليه المنتخب الجنبي لا ده انت هتبقى مستشار فني للاتحاد مش بس مدير فني ليه عشان الحكاية بالنسبان مش منتخب أول بس طب يا فندم هنعمل ايه في كتاعات الناشئين اللي عندنا هقول لك لا نعمل ايه في كتاعات الناشئين الكلام ده حصل احنا هندعو كل اللي سكاوتينج تيمز اللي موجودين في فرق في أوروبا هنقول لها اللي هم مكشفين تعالوا فراجوا على اللاعبين اللي عندنا يمكن يعجبكم لعيبة من عندنا من الشباب الصغير والاتحاد الجنبي بدوره اكبر الاندية في جنبيا انه هم يسيبوا اللاعبين الصغيرين يطلعوا في أوروبا بس كده لا مش بس كده راح جاب لهم ناس من أوروبا تدي محاضرات للمدربين اللي موجودين في جنبيا عشان يبقوا أحسن بس كده لا هعمل شركات مع دوريات ناشئين وشباب في أوروبا عشان اللاعبين بتوانا يطلعوا في معايشات هناك تشايف كلام ده اتعمل في قد ايه في أربع سنين كلام ده اتعمل في أربع سنين في دولة صغيرة في كرة القدم وحققوا بيها نجاحات او بمعنى أضاق تقدم كبير احنا فين وكل ما تيجي تقول لحد تحرك يقولك لا لا دي صعب قوي صعب ايه امكانياتك أكبر تاريخك أكبر لاعبين بالجملة كوادر موجودين ايه اللي بيأخرك انك تنظم بس انك تاخد قرارات انك تفكر انك تشوف اللي بره بيعمله ايه وتغش شوف انا بقيتقولك كلمة تغش لغب ان هيك كلمة نفسها مش حلوة بس غش الغش هنا مش عيب الغش هنا مش حرام شوف بيعمله ايه وقلد يا اخي مش عايزك تبدع مش عايزك تخترع وان كان ده اللي احسن يعني بس ما بتعملش كده خلاص موافق غش وانقل ونفذ بس ببساطة يعني ببساطة دي الحكاية دي الحكاية مدرب منتخب جامبيا البيتجيكي توم سينفيت هيكون معايا حالا عبر سكايب نتكلم معاه كتير كتير عن هذه التجربة العظيمة العظيمة جدا اللي لازم نتعلم منها معانا دلوقتي عبر سكايب اللي كنا لسه بنتكلم عنه البلجيكي توم سينفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر سعيد جدا بلقائي ومساء الخير عليك نتحدث هنا في الإعلام المصري وفي الإعلام الأفريكي بشكل عام أنك قائد ثورة في كرة القدم في جامبيا منذ توليك المهمة تولي المنتخب الوطني في 2018 والأمور في أفضل حال بالنسبة لجامبيا سواء على مستوى المنتخب الأول أو على منتخبات الشباب كيف تم التطوير السريع جدا في الكرة الجامبيا نعم إن جامبيا هي دولة محبة وعاشقة لكرة القدم والعديد من الصغار يلعبون ويستمتعون بكرة القدم في جامبيا ونحن تم تجهيز العديد من اللاعبين في خلال الفترة السابقة في الخمسة أعوام الماضية نحن نعمل بعمل إنشاق ودؤوب من أجل تجهيز أعلى المنافسات وأعلى جودة في المنافسات وقمنا ببناء القرى الجامبية من البداية لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين واللاعبين ذات الجودة العالية همشي معاك خطوة خطوة ونستفيد أيضا منك استفادة جيدة في هذا العمل تسلمت المهمة مهمة تدريب المنتخب الجامبي بعد ما حدث في إيقاف في 2014 ومن هذه الفترة أنت استلمت مهمة صعبة جدا مهمة كان فيها توقف كبير جدا للقرى الجامبية كيف استعدت الحالة الفنية والبدنية والمهرية لللاعبين بعد فترة إيقاف طويلة نعم هو كان سؤال ذهني وعقلي لكافة اللاعبين في الأول بعد ذلك قمنا في الناحية ثانيا قمنا بعمل سكاوتينج وهو أتينا بالعديد من مكتشفي النجوم والشباب ليقوموا برؤية تلك اللاعبين الموهوبين وقمت بابتعاث وإفادة العديد من المحترفين في أوروبا أن يأتوا للكرى الجامبية ويساعدوا على تطويرها وأن الاتحاد الجامبي قام بتطوير اللعبة والعمل قدمة على تطوير الكرى الجامبية بشكل عام منذ النشأ إلى مرحلة الاحتراف التعاون كان رائعا للغاية بين فريق مدربي الفرق المختلفة سواء فريق الشباب فريق المنتخب الأول كنت عايز أسألك كمان كيف أقنعت لعبين مهاجرين من جامبيا موجودين في أوروبا أنهم يعودوا ويلعبوا للمنتخب الجامبي نحن نتحدث عن منتخب ليس له تاريخ كبير في القرى الأفريقية بتثناء السنوات الأخيرة اللي تحسنت فيها الكرة الجامبية بشكل رائع جدا أقنعتهم إزاي أنا عارف اللي أنت كنت قاعد معاهم وتكلمت معاهم وأقنعتهم لللعب للمنتخب الجامبي نعم العديد من اللاعبين زو الأصول الجامبية يلعبون في أوروبا في مستويات عالية وكنت صممت إذني إذا أردت النجاح في هذا الأمر علي قلب هذه الطيور المهاجرة للكرة الجامبية مرة أخرى وللأسف لم يكن بوسع الاتحاد الجامبي لكرة القدم توفير الميزانية والأموال لهؤلاء اللاعبين ولذلك اضطررت إلى الذهاب من خلال حكز التذاكر خاصة على حسابي وأيضا توفير إقامة وإعاشة بتلك الفناطق لإقناع اللاعبين وبذلك قمت بالذهاب إلى المباريات في أوروبا ومشاهدة اللاعبين الجنبيين والتحدث إلى اللاعبين ذاتهم ومدربيهم وإقناعهم بالطموح الذي لدينا هنا في الاتحاد الجنبي والكرة الجنبية لتطويل الكرة الجنبية بشكل عام وفي آخر خمس سنوات أقناعت ست لاعبين بتمثيل منتخب بلادهم الأم منتخب جنبيا من الصعب جدا أن العمل في ذلك الشاق والداوب ولكن كمدرب لمنتخب جنبي عليك أن تقوم بهذه الأشياء فبالتالي كان علي إقناع تلك اللاعبين ووضع خطة ومتابعة مبارياتهم في الدول الذي كانوا سيمثلونها مثل السويد وألمانيا وأيضا سويسرا فبالتالي كنتوا بإقناعهم وتحويل دفتهم للعودة للوطن مرة أخرى ومشاركة الطموح الذي لدينا طيب التطور على مستوى المنتخب الأول هو تطور واضح ومفهوم ومعروف يمكن تفاصيله وشوفنا المنتخب الجنبي في كأس الوام الأفريكية 2021 وهو يسعد لأول مرة لهذه البطولة وهو يتأهل لربع نهائي البطولة في مشاركة أولى ولكن كمان التطور واضح جدا في جنبيا بخصوص قطاعات النشئين والمنتخبات الأصغر سنا منتخب شباب يصل لكأس العالم من سنتين وتلغى البطولة بسبب كورونا منتخب مرة أخرى يصل لكأس العالم مرة أخرى في البطولة اللي كانت موجودة في مصر بتكلم على منتخب الشباب في تطور كبير في منتخبات الشباب كيف تم وكيف حدث هذا الأمر أيضا وأفهم كمان أنه في خبراء كسر من أوروبا موجودين لبحث هذه الأمور أو تطوير هذه الأمور تحديدا في قطاعات النشئين سكرا 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 أننا تحديدا في مستخبتنا وما يجب أن نحن نحن نفع في قطاعات النشئين نعم سكرا إنه سكرا إنه سكرا يجب أن يجب من أوروبا في العالم نعم أنا قمت بلاية في القلوس مع اللاعبين وتحضيرهم ذهنياً وقمت بخطوة من أجل تطوير الكرة الجنبية وقمت بالتحواصل مع اللاعبين إذا كانوا تحت عشرين عاما أو تحت سبعة عشر عاما بأن لديهم الفرصة للمشاركة في المنتخب الوطني الأول فبالتالي قمت بتطوير اللعبة تطوير الناشئين والشباب والعمل مع ذلك مع باقي المدربين إضافة إلى أني تابعتهم في المنافسات التي قاموا بلعبها في مصر وحققوا تلك النجاح هذا النجاح الراهي طيب هذا على مستوى قطاعات الناشئين أنا أفهم كمان أنه أنت موجود مع الاتحاد الجنبي بمشروع طويل الأمد يعني أنت موجود لسنوات كثيرة قادمة عادك ممتد لحد إمتى مع المنتخب الجنبي كمدير فني وكمستشار للكرة الجنبية طيب مرة أخرى بسألك عن التطوير في المنتخب الجنبي وعقدك طويل الأمد مع الاتحاد الجنبي كمشروع للمنتخب الجنبي مشروع طويل الأمد أنت معهم لحد سنة كام عقدك معهم لحد سنة كام لتنفيذ هذا المشروع ونجاحه سنة كامل مؤسسات المشروع سنة قنيني 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 لجهب لقد قددت عقدي في خلال تسعة شهور سابقة فقط قمت بالتقديد لعامين فأصبح مجموعة تنديد العقد الخاص بي كمستشار فني للاتحاد الجامبي ومديره للمنتخب الأول لعقد يمتد بسبع سنوات قمنا بعمل نجاد خلال هذه الفترة فبالتالي تجديد العقد كان بمثابة تجديد الثقة وتجديد الثقة حتى كأس العالم المقبلة في عشرين ستة وعشرين فبالتالي نحن نعمل على خطة بعيدة المدى من أجل تطوير الكرة الجنبية آه يعني واحدة من أهدافك أن المنتخب الجامبي يكون موجود في كأس العالم الفين ستة وعشرين أنا كده فهمت صح؟ نعم هذا هو الطموح والخطة التي لدينا ولكن الأمر يعتمد على التطوير الفعلي للاتحاد الجامبي طبعا كما تعرف أن الكرة الأفريقية لديها العديد من المنتخبات الرائعة خصوصا ست أكبر منتخبات في أفريقيا إذا ذكرت لك الجزائر المغرب آه ذكرت أيضا ساحل العاج الكاميرون المصر آه أيضا هناك بوركينا فاسو والتطوير الذي يحدث في مالي أنه هو الطموح الذي نلعب من أجله نعم المنافسات سوف تكون صعبة للغاية للمنتخب الجامبي ولكن نحن نتمسك بالطموح نحن نتحدث الآن على لعبين كبار أفارقة موجودين في أوروبا على رأسهم طبعا محمد صلاح وعدد كبير من اللعبين الآخرين من من اللعبي المنتخب الجامبي تتوقع له مستقبل كبير في أوروبا مستقبل قريب كمان في الدوريات الأوروبية واسمه يلمع كواحد من أفضل اللعبين الأفارقة نحن لا نحن لدينا لعبين كبار على غرار محمد صلاح ولا سنة ولا أي لعب مثل هذه النجوم العالمية نحن لدينا فريق نقوم ببنائه الآن وتحضيره لدينا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأقل شهرة والأقل جودة مثل الدوريات السويدية وما إلى ذلك فنحن نسعى لتطوير اللاعبين hopefully it comes in the future and naturally the strength of our team also في كيف، هي ديسل TPفا،، وعندنا أن نعرف أفريكا وعندنا أن نعرف الأوسط في تنينيزية against Kamerun وعندنا أن نعرف أفريكا، هنلذاب أفريكا، مع أفريكا من أفريكا من أفريكا في سويدنة، نعرف أفريكا في سويتسرلين وعندنا أن نعرف أفريكا من أسلوب أعضاً. عادة الأسوال، ليس فقط أعصاء الفريكا وعندهما ينموط معتل أفريكا ومعن تكيب الأسلوب. طبعا أخبرك بأن ليس لدينا لاعبين كبار ولكن لدينا تمركز خططي واضح نعم بالنسبة لللاعبين الذين لدينا لاعبين يلعبون في الدوريات الأقل جودة كما ذكرت آنفا مثل الدور السويسري والدور الأوروبيات الأخرى والدور السويدي على سبيل المثال ولكن جاءت الفرصة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أن نثبت قدارتنا بمنافسة أكبر المشاركين في هذه القارة مثل الكاميرون مثل مالي وما إلى ذلك نحن اعتدنا على هذه المنافسات من أجل تطوير التمركز الخططي لدينا هذا هو ما نصب إليه البيت جيكي توم سنفت تجربة عظيمة جدا مع المنتخب الجنبي كمدير فني لمنتخب الجنبي ومستشار أيضا للاتحاد الجنبي أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة اللي ممكن ناخد منها كثيرا كثيرا تخيل إحنا محتاجين نبص على تجربة الجنبيا تخيل بس مش عيب بالمناسبة يعني مش عيب لو فيه ناس جريت بسرعة نشوف جريه إزاي بسرعة ونجري زيهم بسرعة آه إحنا التاريخ معنا إحنا الإسم الكبير معنا التطوير اللي متأخرين فيه شوية مش مشكلة نبص بصة حتى على الأصغر مننا بكل تواضع وبكل حماس لعله وعسى لعله وعسى ناخد سرعات وجري عشان إحنا لما هنجري جنبيا لما تجري إحنا لما نيجي نجري هنجري جارية حلوة هما لما إيوا يجروا هيبقى تموحهم ربع نهاية كاس لهم الأفريقية إحنا لما نجري ناخد كاس الأمم ونوصل كاس عالم ونلعب في أدوار كويسة في كاس العالم لما بس نقرر نجري نقرر نجري بحكم التاريخ والإسم الكبير إن شاء الله يعني هلستم كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل هكون معايا واحد من نجوم الدوري المصري نجم فريق سموحة كابتن أحمد مصطفى خليكم معنا يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى مشرفني ومنورني في هذه الفقرة واحد حقيقي من نجوم الدوري المصري واحد من اللاعبين المؤسرين جدا في الدوري المصري أكثر إن أقول لك إنه خد جائزة أفضل لاعب في مباراتين هذا الموسم كان مبارات الزمالك وبيلعب قدام الزمالك ومبارات الآهلي وبيلعب أصاد النادي الآهلي كان هو أفضل لاعب في المواجهتين لاعب من اللاعبين المصريين واللاعبين الموجودين في الدوري المصري اللي احترف في أوروبا كان لاعب صوبك في نادي الإسماعيل لاعب صوبك في جنت ألا بلجيكي وطبعا بدايته مع نادي وادي دجلة بجانب إنه هو لعب مميز جدا هو عقلية مميزة جدا التقيت بيه قبل بداية هذا الموسم في معسكر نادي سموحة وكان كلامه فيه من تلتي محترمة جدا عقلية محترمة جدا يشرفني وينورني ويسعدني في هذه الفكرة الكابتن أحمد مصطفى نجم نادي السموحة الكابتن أحمد مشرف ومنور أهلا بك يا كريم مبسوط جدا إن أنا معك النهاردة بجد أنت واحد من الناس جدا اللي أنا بحبها فالنهاردة يا رب إن شاء الله تكون حلقة مميزة معك إن شاء الله يا رب الموسم حلو أنا حاسي إن أنت يعني اسموحة صحيح البدايات ما كانتش أعظم حاجة بس رغم كده أنت كنت دايما محافظة على مستوىك دايما بتقدم أداء جايد دايما بتقدم مباريات كبيرة وزي ما ذكرت في المقدمة حتى لما تيتلعب قدام فريقين كبيرين وما كانتش اسموحة ممكن في أفضل أحواله كنت بتقدم مباريات كبيرة جدا وتخرج من مباراتين قدام نجوم الزمالك ونجوم النادي الأهلي أفضل لعب ده شيء رائع جدا دايما إنت يا كريم لما بتكون لعب كورة بتبقى محتاج الجانب النفسي مهم جدا للعب إن أنت لما بتكون نازل مباراة لازم تكون صافي زهنك فبالتالي هتقدي بمستوى طيب جدا ومستوى كبير فإمكاناتك تقدر تزهيرها بشكل كويس جدا وشكل مرن موضوع الجانب النفسي للعب طول ما هو سيء بتحس إنه هو دايما في المطش مش في أحسن حاجة ومش أحسن مستوى فيبدأ يحصل دروب كبير جدا ليه فيبدأ يتهاجم سواء لو كان في نادي جماهيري أو في نادي مش جماهيري فيبدأ يتهاجم من الناس اللي حواليه فالجانب النفسي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو كان حاجة من العوامل اللي أنا ظهرت فيها بشكل كويس الفترة اللي فاتت مع نادي اسموح ممتاز جدا طيب هرجع تاني نادي اسموح بس عايز أبدأ من الأول خالص البداية كنت ودي داجلة مظبوط مظبوط أنا كنت في حوالي كان عندي 8-9 سنين عدت فترة 8 سنين أو 7 سنين بعد كده كان عقدي انتهى لأن أنا مضيت عقدي آخر سنتين فما كنتش بتصعد فيستيم بشكل مستمر فكنت حابب أن أنا أخرج ألعب في فريق دوري ممتاز خاصة أن أنا كنت بلعب في منتخب الشباب ساعتها مع كابتن معتمد جمال فرفضت بصراحة موضوع أن أنا أجدد في النادي لأن كان عايزي أن أجدد خمس سنين وفضل موجود برضو بس في الناشئين وأطلع على فترات أولئلة جدا خرجت روحت بترجات عدت سيزن هناك شاركت في حوالي خمس مباريات فقط كان الموضوع بالنسبة لي برضو مش أحسن حاجة أن أنت لعب عندك تموح كبير ولعب صغير في السن فمحتاج أن أنت تلعب أكتر عشان تظهر إمكانياتك أكتر عشان أنت عندك تارجت معين أن أنت تحترف أو تروح فريق كبير طلبت في آخر السيزن أن أنا أطلع أعرق بحيث أن أنا أظهر بشكل كويس أكتر وأحسن والحمد لله ربنا كرمني ورحت النادي الداخلية مع الكابتن على عبد العلم ظهرت بشكل كويس جدا لعبت السيزن كله هنا كان فيه ناس بتتابعني من بلجيكا أنا ما كنتش عرف وأنت في الداخلية بالزبط بدأ يبقى فيه تواصل مع الأجنت في نادي جنت أنا اسمه روجير اتواصل مع أكتر من شخص هنا في مصر من ضمنهم كابتن محمد اليماني طبعا فشكر فيه وحب أنه هو يتواصل معي ويقعد معي فس تو فس عشان يبدأ يشوف اسلوبي في الكلام ويبدأ يشوف المين تلاتي بتاعتي عاملة ازاي بحيث أن أنا قدرت أقلم برّ برّ مصر ولا لأ أعدت معايا حوالي نص ساعة ساعتها ما كنتش بتكلم انجليش قوي كنت يعني ممكن أفهمه ومقدرش أن أنا أوصله المعلومة للصحوبة فبعدها تاني يوم على طول قال لي مصطفى أنت هيوصلك فاكس رسمي من نادي جنت البلجيكي كان فيه نادي فرنسي بردو قال لي عليه نادي نيس فقال لي هيوصلك الفاكس رسمي على نادي بترجد وإن شاء الله خلال فترة قليلة جدا تكون موجود معنا في جنت البلجيكي في الفترة دي كنت بتقدم مستويات كبيرة مع فريد داخلية كنت مستغرب أن أنا احترفت في الفترة دي آه كنت كويس كنت ظاهر في الدوري بشكل كويس كنت أنا من واحد من نجوم الفريق الفريقين هذه الداخلية لكن ما كانتش في دماغي أن أنا هاحترف فعلا بعد السيزن ده لأن مشتا أحمد مصطفى اللي أنا كنت خارج من بترجد علشان خاطر أعمل المطلوب مني وزيادة آي أنت كنت جيد معهم بس أنت كنت من جواك عارف أنه ده مش آخرك بالزبت أنا عندي أكتر من كده بكتير عندي أحسن من كده طبعا لما بدأت أسأل نفسي كتير وبعنا عليا وأنا بتكلم مع مستر روجير قال لي يا مصطفى احنا مش بنركز على أن اللعيب جاب جون ولا اثنين ولا ثلاثة احنا بنركز على حاجات تانية خالص جنب الأهداف وجنب الأساس وجنب الحاجات دي شغل الاسكاوتينج بقى بزبت أنا شوفت تحركاتك وتفكيرك في الملعب وبتلمس الكرة زي البوزيشن ايه امتى بتنقل الكرة فيه تفاصيل كتيرة جدا سألت وقلت له طب ايه هي الحاجات يعني قال لي رقم واحد بنبدأ ان يشوفه للعب عقليته بعد كده احنا لسه ما قعدناش معاك فبنشوفك ان انت عندك يعني كواليتي كويس ان تقدر تتعامل به في أوروبا فلما شفناك في تحركاتك في التكنيك بتاعك الباسيس الباسيس الشوتينج الحاجات دي كلها لقناك ان انت اللعيب يعني ممكن مع التمرين ومع العيشة في أوروبا يبدأ يكون فيه تطور في المستوي هايل فانا اتبسطت جدا هايل ان انا فيه حاجة مميزة خلتني مختلف عن بقية زمائلي سواء في التيم بتاعي او في بقية الفرق ها طبعا لما سفرت بره بقى كان عندك كم سنة وقتها كان اعتقد 17-18 سنة هايل هايل يعني انت كل التنقلات حتى في الأندال اللي في مصر دي تكنت صغير جدا بالزبط منتاز فلما سفرت كان طبعا صغير جدا في السن وكنت محتاجة ان انا حد يبقى معايا هناك عشان خاصة ان انا بقعفش اتكلم انجليش صح فحبيت ان انا اكون هناك في تجربة لوحدي بان انا يبقى فيه مغامرة بيني وبالنفسي حلو في الأول كنت خايف جدا ان انا سافر سافرت لوحدي حصل مشكلة للاجنت اللي كان جايبلي للسفر فطريت ان انا سافر لوحدي عملت ترانزيت في مطار فرانكفورت ألمانيا وحصل مشكلة كبيرة جدا والتيارة فاتتني وبدأت يبقى فيه تواصل مني للنادي فجنت انا مش عارف اتحرك مش عارف اروح فاكلمه المطار فمهم ان انا وصلت بس وصلت في تيارة تانية اول انت وصلت بصعوبة محدش مسافر معاك مش عارف تتكلم انجلش فطبعا مش عارف تتعامل بالزبط احتاج حد يقول يتعاملك فالحد اللي يتعاملك ده اصلا مسافرش بالزبط فانت رايح بطولك وانا ونصيبي بقى انا مش عارف ايحصل ايه اقبنا معايا بقى هايل وانت عندك كم سنة انا بفكر الناس حوالي 18 سنة 18 سنة انا ياسف يعني الشاب صغير جدا مش هقول طفل بس الشاب صغير جدا لسه مش عارف ايح حاجة مش عارف يعمل ايه فاخدت القرار ما قلتش بقى ايه انا لا يا عم بلاش انا لا ارجع القرارة تاني في غيرك ما سيقولك لا لا تب خلاص انا هرجع بيتنا ايه انت قلت لا انا هاوصل هاوصل لا انا من صغري والدي الله ارحمه والدتي وربوني على ان انا دايما اخود اي مغامرة مهما كانت العاقب بتاعتها لان انا كده كده هتعلم منها ممتاز لو ما استفدتش منها بس هتعلم منها فيما بعد حلو سافرت سافرت بقى وصلت هناك اول ما وصلت بقى اه جامعتني قعدة كده مع النادي في الادارة مع الاجنت اللي هو روجير اه قالوا لي بص مصطفى مبدئين كده انت مش هتبدأ ان انت تدخل مع الفريق قبل ست شهور اللي هو الفريد اول اه هتتمرن وكل حاجة بس الحد ما تبدأ ان انت تنضج قرويا وتاخد على الجو في اوروبا فبصراحة انا كنت وقتها لأ عندي عندي تموح كبير جدا وعندي شغف مش قادر تزبر رهيب اه فساعتها وانا قاعد اه وصلت لهم ان انا لأ انا هلعب من اول ماتش بالدور حلو فبدأت ان هم يستغربوا هم عايزين يوصلوني للنقطة دي ان يكون فيه تحدي بيني وبالنفسي لعب صغير جايبينه دافعين فيه حوالي 550 الف دولار في بترجيت فاكيد ان احنا ممكن اهو كنادي استثماري اكتر ممكن نبيعوا بمبلغ كويس فعقلية يعني عجبتهم بس حصل دروب كبير جدا في بداية الدوري ان انا حصل لي اصابة بعدتني حوالي شهر ونص كنت لعيبتوا لسه لسه ملعبتش كنت عملت معهم لقيت نفسي كويس جدا في التدريبات وفي الماتشات والمدير الفاني تكلم معي كويس جدا فيه لعيبة من الفرقة دي معروفين دلوقتي او يعني كبير دلوقتي من اللي انت كنت تترعى معهم فيه لعيب بيلعب في ليل مواليد تسعة وتسعين اه اعتقد اسمه دافيد سنتر فيرود ده كان موجود وقتها اه كان موجود واتبع حوالي بخمسة و تلاتين مليون يورو لنادي ليل وهو دلوقتي في الدوري الفرنسي ودايما يعني بيسجل اهداف هاي هاي فجاتك الاصابة جاتلي الاصابة بقى في بداية السيزن فطبعا اديتي جدا لان كان عندنا ماتش اللي هو بروفا اه في اوروبا بيعمله ماتش كده كبير اه في الاستاد بتاع الفريق نفسه كان اسمه جلامك وارينا اه ضد ستراسبورج الفرنسي هاي فطبعا انا كنت مغدود احنا قابل نلعب ماتشات وداي وكل حاجة لكن الماتشات كانت خفيفة كنا باللعب في رائع عادي اه ستراسبورج فريق كبير في فرنسا اه انا كنت مبسوب جدا حلو فالكوتش عمل تيمان عمل تيم في الشوت الاول وتيم في الشوت التاني حلو فانا كنت في الشوت التاني فلما نزلت لعبت كنت بلعب تمانية مم فكنا متعدلين فكنت كواس جدا وكنت موفق وجبت بنالتي للفريق بتاعي وكسبنا به واحد سفر هاي بعد الماتش على طول مدير الفني احب ان هو يقعد معي ويقعد مع الاجنت فقال لي مصطفى انت موجود معي في الماتش اللي هو ضد ستاندرد الياج في اسبوع الجاي في الدوري الله انت موجود معي وبنسبة كبيرة انت ممكن تبدأ هاي تكون في الـ 11 line up هاي فانبسطت جدا ومستر رجيري تبسط جدا وبصيلي وقال لي انا كنت عارف ان انت هتلعب هاي من اول الدوري بس حبيت ان انا احطك في تحدي بينك وبنفسك هاي قلت له تماما فنامت بصراحة صحيت لقيت عندي مشكلة في عضلات بطني السفلة مش قادر امشي مش قادر اكح موضوع بدأ يبقى فيه زهول مش فاهم انا عندي ايه رحت النادي اول ما رحت رحت الالدكتور لقيته بيقول لي طب لازم نروح نعمل اشاعة ونشوف رحنا لقيت عندي التهاب جامد جدا فا طلبتني السفلة ممكن اخفف قديه دكتور يعني ما قلت ممكن تقتربعة ايام فقال لي احنا انا اخد من شهر وشهر ونص شغل فطبعا ديتي جدا لايب صغير عايش لوحده في بلجيكا وكنت فرحان اوي كمان اه وكنت مبسوط جدا ثقافة مختلفة هناك جو مختلف ريال فوتبول بجد كرة اوروبية كرة حقيقية يعني اه وانت في وسط الاجواء والجمهور والملعب فقلت الحمدلله ما حصل ما حصلش نصيبه وان شاء الله يعني ارجع اقوى ماشي بدأت اتعالج واحدة واحدة بعد اسبوع قلتلهم انا كويس وانا مش كويس بشوف فرقتي لعبت حوالي ماتشين في الاسبوع ان هما في اوروبا طبعا تعارف كل 3 يام بلعبوا جيم قلتلهم انا تمام وحاسبي كويس جدا فمديري فني اتبسط فقال لي طيب تمام خلاص هما عندهم الكلمة سيف هما اصدقك خلاص فقال لما قلت يبقى انت كويس خلاص وانت هتنزل الملعب ما تشتكيش قلتوا انا كويس جدا وتمام عمالي تستات دست على نفسي في التستات قال لي تمام دخلني سكور على طول كان عندنا جيم فدخلني السكور دخلت السكور وانا اصلا مصاب وطبعا بتمرن جامد وبدوس على نفسي فالالتهاب عمال بيزيد تاني يعني انا كنت ممكن اخفف في ثلاث أسابيع ما اوصلش لشهر ونص فلاقيت نفسي في قال لي قوم سخن فقومت سخن انا وزمائلي مش قادر اسخن الوجه عجامد جدا بس الأجواء مخلياني عايز علعب ومش قادر ان انا استنى عشان خاطر انزل الملعب فندع علشان ينزلني قلت له كتش سوريا انا مش قادر فاستغرب جدا جدا ودايق وتعبرت وشو بدأت يعني بقى فيها غضب كده قال لي زي طوله مش قادر كون كنا كسبانين فكان خلاص بقى ينزل ديني فرصة وابرحتي قال لي خلاص مفيش مشكلة تاني يوم بقى بعد الجيمة خلص قال لي يا مصطفى انا عارف ان انت كنت عايز تلعب بس انا ما عافش ان انت لسه تعبان بس انت هنا في اوروبا انت هنا لازم تغير عقليتك انك ما ينفعش تبقى مصاب وتنزل الملعب حتى لو هتعد شهور كتير قوي انا هنا بقى مش هقولك انت لعب راجل وشاهم وكلام اللي احب نقوله هنا دوت ده تحمل على نفسه ولعب وبتاع كلام ده مش موجود هناك في اوروبا هم عندهم التأني في الاصابة اهم بكتير من انك ترجع ويجي لك الاصابة تاني خصوصا ان انت ما بتشوفش اصابات عضلية كبيرة في اوروبا كلها اليوم ما بيحصل اصابة عضلية بتبقى واحد في المية يعني ندرة كل فين وفين صح فالموضوع بدأ ان او يعلمني من هنا ان انا لما رجعت مصر بدأت ان انا فعلا لما يحصل لي حاجة لا اخد وقت جدا في الاصابة عشان لما ارجع بقى كويس صح ما يحصل ليش الاصابة دي تاني وارجع اتعالج تاني فبس من ساعتها اعدت اتعالج تاني لحد ما بقيت كويس بعدين جالي مع اسكر مع منتخب الاولمبي مع كابتن شوي غريب كنا اعتقد رايحين روسيا كان عندنا ماتش ودي هناك فكان اول مع اسكر ليه بعد الاحتراف فكنت مبسوط جدا بقى ان انت لعيب محترف فجاي المنتخب بتاعك فليك الشيب بتاعك الموضوع بيبقى فارق جدا وجيت شوف اهلك برضو في الزيارة فجيت بس انا قبل ما اجي كان عندي مشكلة في الباسبور والايدي ايدي كارد ان انا كتشلست الايدي 3 لان الايدي كان محتاجين ورق كده هنا كنت لازم انا اللاجبها زي فيش وتشبيه كده وحاجات معينة قالولي يا مصطفى ما انفعش تسافر المنتخب اعتذر لهم ده ماتش ودي عشان خاطر انت عندك مشكلة كبيرة في الايدي فاحنا محتاجين ان انت تقعد والورقة دي الجنة هنا فاشرح تقولهم كنت خلاص اتقنت اللغة بشكل كويس جدا قلتولهم انا منفعش ان انا منتخب بلدي ايا ان كان اولمبي او صغير او اول يطلبني وانا مروحش حتى ولو فريند لي جام قالولي يا مصطفى بس ده في مشكلة كبيرة لك انك ممكن تقعد هناك فترة كبيرة قلتولهم اخر القرار عندي انا هروح المنتخب حتى كلمت كابتن شوقي وجيت المنتخب طبعا الفيزا خلصانة سافرت بروسيا لعبت المطش مع كابتن شوقي وظهرت شكل كويس رجعت من المنتخب قلتوله كابتن شوقي سعيدني في موضوع ان انا سافر عشان انا الفيزا التي خلصت وفي السفارة في بلديكا هما ما عندهمش ان انت لعيب بأفجنت وان انت لازم ننجز لك الورق لا خالص فحصل ان انا الباسبور لما رحت سلمته في السفارة قعد حوالي 40 يوم ف40 يوم دول انت بتتكلم في ان هما لعبوا حوالي 12 جيم مش بيخلص هناك خلاص انت بتتكلم وبدأنا عملنا تروب كبير جدا بقى فرقتنا ونزلنا مراكز السابع والثامن وهم دايما بي نفسه وهم في الطوب فور في الدول هاب المدير الفني اقال مدير فني جديد جاه عشان يلحق الفريق الباسبور بتاعي خلص بعد 40 يوم سفرت لقيت نفسي مدير الفني قال لي بس مصطفى انا مهارفاكش وانت لسه ملعبتش في الدول كنت لعبت حوالي 8 دقائية قبل ماجي المنتخب فماتش كده سيركل بروش وزيت بشكل كويس جدا دول بس الفترة اللي لعبتها هناك يعني قال لي انا لسه مشوفتكش انت اه كورتك كويسة وكل حاجة بس انا محتاج ان اركز على العيبة الجهز قطلو خلاص مفيش مشكلة بدأنا الوضع فضل يزيد بدأت ان انا مبلعبش وما بشاركش فضيت جدا اه كنت لازم مصبور انا صريح ان انا معترف ان كنت لازم مصبور لكن في نفس وقت كنت صغير فما كانش ينفعت يتلام علي لعيب صغير مستعجل عايز يلعب فلاقيت نفسي قلت له خلاص انا عايز امشي للنادي يقول لي ماشي لو عندك عرض تمام بس ما عنديش عرض لان انا لسه ملعبتش بشكل كويس فما عنديش افلز كبيرة صح رجعت طلبت منهم كلمت بش ما عنديش فرج بصراحة وفكرت ان انا ارجع المع تاني زي ما كنت في الداخلية فبش ما عنديش فرج يعني شخص قريب مني بتواصل معه دايما قلت له انا عايز اجلعب في النادي وعايز ا اظهر بشكل كويس شان ارجع بلجيكة تاني بصراحة راحب بيا جدا وكان مبسوط لان هو كان عايزني اروح النادي قبل مسافر بلجيكة بس قال لي طالما جاي لك اروبا لا خلاص روح ولو ما حصلش حاجة فأيوة تكلم رجعت لعبت مع سموحة حوالي ستة شهور لسوق الحظ جالي لعبت حوالي ثلاثة اربعة متشات بعد كده جالي شرخ في انكل رجلي فقعدت الاخر السيزن ما لعبتش فالنصاب فلقيت الموضوع بدأ يبقى خارج عن مستويه وخارج عن اراضي حاجة في ايد ربنا ربنا مش رايد بعد ما السيزن خلص الرئيس النادي يكلمني قال لي مصطفى شوف عرضه عشان تمشي قلت له ما عنديش مشكلة بس انا ما عنديش عرض دلوقتي لازم اجي بلجيكة عشان اعرف اتكلم مع الاندية وشوف الاعزن بتاعي وابدأ ان انا اتحر قال لي ماشي المهمة في فضل صيبني حوالي 14 يوم من يوم 1-7 ليوم 14-7 مش راضي بعتلي التأشيرة بتاعتي حلو كان اسمه مستر الواجي كلمه مستر الواجي انا عايز ااجي النادي عايز ااجي التمرينة عشان اشوف عرض يقول لي مفيش مشكلة منجهز الفيزا وبتاع مكتوب في العادة عندي انا كنت ماضي على العادة بتاعي بالدوتش بالالماني مش فهم حاجة انا العيب في روح تأوروبا عايز اقلع في أوروبا وخلاص بحاري مع الفلوس قال لي مصطفى انت ان شاء الله نخلصتك الفيزا وتيجي فبعتل كان احمد يحيا الايجنت بتاعي وقتها احمد خد العاد بعته للمحامي محامي ترجمه لان انا في مدة لو مروحتش فيها النادي يعتبر العقد اللاغي من طلب النادي ومن حقه لبقى انا بقيت لعيب حر فاحمد يحيا كلمني قال لي مصطفى الكلام ده كان يوم 13 كنا حوالي العصر كده فاسخوا العقد اه ملحقوش قال لي مصطفى لازم تروح تسافر بكرة بالكتير تكون موجود في النادي وتصور نفسك قلت له لي احمد ايه اللي حصل قال لي فيه واحد من ثلاثة في العقد ويوم 14 العقد هيكون لاغي محمد اخوية طبعا جمعية انا كنت قاد في منوفية جمعية وقتها رحنا جبنا اذن السفر بالليل اللي هو بيكون مدت 24 ساعة ورجعت حضرت الشنطة في ساعات طيارتي بقت 9 ساعة الصبح حجزت تيكت والحمد الله لقيت مكان في الطيارة دايريكت وكان يوم 14 بقى حلو رجعت خقت الشنطة بتاعتي وكان فيه لبس كتير جدا نسبته وحاجات كتير نسيتها بس اهم حاجة لازم يكون موجودة هناك خلاص مستقبلي بيديع فروحت مش حال هقامل حاجة فسافرت بقى اول ما سافرت روحت للنادي المكان متاع النادي نفسه حتى مفيش حد يجي يستقبلني في المطار فمش هسافر هروح ازاي جنت المسافة حوالي 45 دقيقة تكلمت بصراحة الدرايفر بتاع النادي كان قريب مني جدا تقولوا انا فيه واحد اثنين ثلاثة ومحتاجة تيجيت اخدني قال لي مفيش مشكلة بس متكلمش حد ولا تعرف حد ان انا جتلك وجاء واخدني ونزلني عند النادي بشنطتي وخلاص وكدا مهمته انتهت انت بقى شوف هتعمل ايه دخلت تصورت نفسي وكلمت ان انا وصلت يوم كذا ومعاية تيكت وتصورت بالباسبور وان انا في النادي يوم 14 وخلاص انا هروح فين بقى عايز بقى اكون نايم في حتة ما اشققتي خلاص ما بقىش في لي اشقق عربيتي هو مش عايز يديني عربيتي فالموضوع بقى بالنسبة لي انا هعمل ايه يعني انا عايز اروح بقى شقتي عايز حد مثلا معي يساعدني مفيش فضلت بقى ساعتها مشيت شوية انا طبعا اللي بحكي ده تحس ان هو في زهول بس ده اللي حصل يعني انت لعيب صغير عندك 19 سنة او 18 سنة وعايش الاجواء دي وعايش الاجواء دي وفي بلد انت مش عارف تتكلم معهم مش عارف تروح فين وتيجي منين تمام مهم حصل ايه بعد كده رحت اوتيل كان جنب النادي كده بس كان بعدها بشوية مفيش طبعا موصلته الكلام ده فمشيت بقى دخلت اتكلمت معهم عايز احجز خرفة ولو يومين او ثلاثة اللي ممكن يحصل مهم حجزت بالباسبور بتاعي والليلة طبعا كانت بميت يورو طبعا كانت غالية جدا بس انا كنت عامل حسابي لان انا عارف ان انا رايح على مشاكل صح بس انا مش عانفة يعني يتغدر بي بالطريقة دي ماشي وصلت وقعدت حوالي سبعة ايام في القوتيل تاني يوم تاني يوم وصولي على طول اليوم اللي انا اتصورت فيه بعت للرئيس النادي على واتساب فاشافي الماسيج وبعتلي اموشن بيتحك فاستغربت ايه العنصرية دي طب حتى لو انت مش عايزني وكنت في نياتك حاجة مش كويسة كنت ممكن تقولي مثلا انا لا هتمشي هتيجي بس احنا ايه هتوقضي اليومين تلاتة لحد ما نجيب عرض ما فيش مشكلة لكن لقيتها وانصرية رهيبة قال لي انت مصطفى انت هتروح تتمرد مع البيتين بكرة ولو ما روحتش هيتخصم من مرتبك قلت له اوكي ما عنديش مشكلة كلمت السواق اللي هو وصني قلت له انا محتاجة عجلة قال لي ليه قلت له عشان انا لازم اروح التمرين كل يوم مع البيتين قال لي ماشي هجيب لك عجلة من عندي جاب لي العجلة فكنت بتروحين التمرين بالعجلة المشكلة بقى ان المكان من اللي انا قاعد فيه للتدريب بتاع البيتين 45 دقيقة يا كريم يا نهر ابيض فانت هتسوق ازاي ولو رحت مواصلات هتركب ايه انت محتاج ان انت تركب بقى تاكسي وطبعا بمبلغ كبير جدا ولو هتركب مواصلات هناك المواصلات بالتايم يعني انت بتستنى ساعة ستة باس ساعة ستة وخمسة بقى قلت هروح اخذ العجلة كل يوم هروح التمرين بعد طبعا المعاناة وان انا خلاص جبت اخري اتمرن بعد كده ارجع تاني بالعجلة للمكان اللي انا قاعد فيه سبعة ايام مقدرتش جيت في اليوم التامن مش قادر اروح التمرين قلت مش مهم هغيب وكده كده هيتخصن من السغري بتاعي غبت اليوم اللي بعده خلاص بقى بدأ التعب يبان علي فبصراحة جيف اللي هو الدرايفر ده كان بيتواصل معاه دايما وقول لي عملت ايه وروحت فين قلت له انا مش عارف عامل ايه انا خلاص تعبت قال لي طب بص انت موك انت يتقعد عندي البيت بتاعه نظام كوخ قال لي ممكن تقعد عندي في الدور اللي فوق قلت له ماشي بس انت يعني اكيد لازم تاخد فلوس قال لي ماشي ما اخد منك في اليوم 25 يورو قلت له اكي احسب من 100 يورو ماشي فقال لي تمام اخدني بصراحة بعد طبعا خلاص بقى فرهادة كبيرة رحت قعدت معاه بقى يده هو يوديني بقى التمرين برضو مسافة بعيدة يوديني التمرين ايوم وينزلني بعيد شوية عن النادي عشان محلش يوصل لرئيس النادي عشان هو ما يتقسيش فانت بتكلم في اجواء مش اجواء كورة طيب وبعدين بقى عملت ايه خلاص قررت بقى ان انا امشي مقدرتش بقى خلاص طبعا انا جاي لعرض السعودية وبتاع سفرت السعودية لعبت هناك موسم مع ابها ومع العدالة وبعدها رجعت خلاص بقى اخر السنة ليه ولازم امشي من النادي رجعت على ايه بقى؟ رجعت بقى على الاسماعيلي عال الاسماعيلي سنتين اه عدت معاهم موسمين بصراحة عانيت فيهم كتير عانيت في الاسماعيلي حوية لان انا عشت اسوأ ايام كانت في بلجيكا ايام دراماية يعني؟ بالزبط والاسماعيلي مكنتش مبسوط هناك؟ في الاسماعيلي مكنتش مرتاح تلعب في فاري كبير بحجم النادي الاسماعيلي عمدو جمهورة عظيمة موجود انت في فرقة لو الجو فيها كويس هتبقى من اهم اللعبه في مصر بس للأسف الجو هناك مكنش هاية ان انت تبقى لعيب كورة محترف في الدورة المصرية او في اي دورة الجو كان سلب جدا مشاكل كل يوم بتتكلم في فلوسك ستة سبعة شهور ما بتاخدش سالري بتاعك بتيجي عشان تمشي يطلب منك ان انت هتتنازل عن مستحقاتك القديمة والجديدة اللي انت كنتش بتاخدها اصلا اللي انت اصلا ما بتاخدهاش انت عشان تمشي بتبقى محتاج القديم حتى علىقل انا مش عايز بتاع دات السيزن بدأ الوضع يسوق يسوق لحد ما ربنا قرامني ومشيت بقى وروح تسموه انتن لما مشيت من اسماعيل كان لك اتدي فلوس حوالي.. مليون و نص مليون و نص مليون و نص مخدتهمش بفلوس ولو ملين الدنيا بس امرتاح نفسيا في بداية الحلقة قلتلك ان انا اهم حاجة عندي الجانب النفسي طيب انت قبل ما تطلع اوروبا كان عندك حاجة من الزمالكة والاهلي كان فيه كلام من نادي زمالك بس انت كنت لعيب صغير فعندك طموح كبير انك تطلع اوروبا لو دي حاجة لعيب صغير وكبير كويس انك تفكر في اوروبا طموح كبير ان انت بتروح بقى دوري بلجيكي منها ممكن تاخد خطوة دوري فرنسي ممكن تاخد دوري الماني حلو عشان جوزئية مهمة جدا مش عايز اختمل لما اسألها لما روحت سموحة مبسوطة اعتقد اكتر من اسماعيل مظبوط والدليل ادائك المميز جدا مع سموحة تقلق قدام الاهلي تقلق قدام الزمالك في الفترة دي برضو جالك عروض مظبوط جالك من اين جالي عرض من نادي العدالة السعودي انا اصلا كنت بالعب معهم لما روحت لهم عار فعلاقتي بهم كانت كويسة جدا ورجوعي ومشياني من عندهم ما كانتش بأداية ولا بأداية كان هما الفرقة انا كنت خلصت قعارتي فكنت خلص ما ينفعش ان انا كامل معي حتى مع جومي يشتروني من بلجيكا رفضوا بصراحة فجالي العرض السيزن ده بمبلغ كويس كان لنادي سموحة وكان الكونتراكت بتاعي كان كويس بس طبعا بش مهندس فرق كان رافض لان احنا كنا في الفترة دي يعني ما كناش احسن حاجة اه فبدأ ان هو يقول لي مصطفى مفيش حد في الفريق انت لازم تكون موجود انت واحد من عملة الفرقة اخر السنة اللي انت عايزو انا ممكن نعملهو لك بس اهم حاجة ان السيزن ده يعدي على خير ونفنش في مكان كويس يعني منتخب مصر حد الفترة في التواصل معك انت نفسك حاسس انك قريب من المنتخب بانت راجل اشتغلت على منتخبات مصر كلها يا سواء شباب ناشئين منتخب أولمبي اكيد المنتخب الاول انت منترجته اكيد طبعا حد يتكلم معك او حتى جس انا او قالك مثلا انت ممكن يا حماد تبقى معنا الفترة اللي جاية لا ما حصلش بصراحة اي كنت اكتبينيه بين اي حد بس اكيد اي لعب يطمح انه يكون موجود في منتخب بلده خاصة ان انا جالي منتخب السعودية لان انا اصلا من موليدي السعودية ومش رفضته بس طلبت وقتها ان انا اشوف اقيم الوضع باسلوب مختلف لا كالك امتا؟ لما كنت في السعودية مع ابا والعدالة اه جالك انك تلعب في المنتخب الاول السعودية في المنتخب السعودي اه عشانت قدريدي بتلعب مناشئين وشنوب هنا بس الاول اه لا طالما ملاقيتش منتخب ايه؟ الاول الاول اه عادي ممكن تمثل اي منتخب تاني فانت قلت هلعب مع منتخب مصر اه بس انا طلبت طبعا انا اشارك مع منتخب بلدي حتى ولو متاخر ايه موضوع بيبدأ يختلف شوية اه لو انت مستني عادي اه ما عنديش مشكلة طالما انت بتجتهد وبتتمرن كويس وعندك تارجد مفيش مشكلة محتاج ترجع له تاني اه الكورة مختلفة اه الاسلوب مختلف كل عاجة فطبيعا انت بتحتاج ان انت تروح لأعلى لفل بس ده عمره ما هيجي بسهولة لازم ان انت بتتعب بتتمرن بتعود نفسك على حاجات انت خلاص اكتسبتها من برا مصر فان شاء الله انا اكيد باطمح ان انا هرجع تاني برا مصر اعطاك انت اكتر حاجة كسبتها من برا مصر الفترة ايه اللي عادتها في بلجيكا ديت هي العقلية اللي انا شايفها في الحوار ده بصراحة يعني واضح انه كمان نعرف انت ملت بحياتك صحة وبتفكر صحة يعني واضح وصريح كمان في افكارك يعني بالزبط احماد حقيق شرفت ونورت انا عارف ان الحوار اللي زي دوت او انا بالنسبة لي اتمنى السادة مشاهدين كمان يكونوا مستمتعين بي بابا نفسي يقض لفترة طبعا انها ندردش في الكرة مع وقت عشان انا بحب العقلية دي اتكلم معها ودردش معها بس نعوضها او نكملها في فترات قادمة ان شاء الله انا اللي اتمنىهولك بإذن الله تغلق دائم في الدولي وبإذن الله شوفك في منتخة ان شاء الله كريم بإذن الله حبيب نورت الدولية شكرا شكرا جزيلا احمد السام كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل احمد الهواري واحمد خالد رمضان نعم كثير من التفاصيل والكواليس يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى انا معايا شوية ورق مليان كواليس انتوا عارفين الفقرة بتاعتنا معايا اتنين نجوم من دين الاسئلة او مش الاسئلة العناوين الحلوة ديت وانا بس هقول العناوين وهما هيقولوا باقي الموضوع معايا النهاردة النجم طبعا احمد الهواري صديق العزيز هو مشرف ومنور كم انت اللي نجم وفيش نجم يعني في حضورك ودايما ببقى مبسوط وانا معاك وشياكة وتقلق انت عديت في حتة تانية انت براحك وايضا الصديق العزيز احمد خالد رمضان اللي بيشرفني الاول مرة فيه رقم عشرة من الناس الشطرة جدا اللي عندها تايما معلومات وكواليس مهمة جدا احمد بشرفه من اول ازايك استاذ كريم ازاي هواري ومبسوط ان انا معاكو النهاردة الاول مرة في البرنام احمد الله انا بيقولي يا كريم يا كيمو يعني كده 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 بيقوليش يا استاذ يعني بتمشي كده اللي رياحك يعني حبيب هو اخبرك ايه كله زي الفل نبدأ على طول عشان انا الحاجات الحلوة دي مش عايز اضايق فيها وقت اول حاجة حاجة ليه علاقم المنتخب هواري كاتبه هو موقف روي فيتوريا من انضمام عبدالله سعيد لمنتخب مصر تمام عبدالله طبعا يا كريم من حوالي بنتكلم في 14 شهر كان خرج واعلن اعتزاله الدولي في فبراير عشرين اتنين وعشرين وطلع وقال ان خلاص واعتزل دوليا والامور خلاص مش هنضم تاني لمنتخب مصر خلال الايام اللي فاتت بدأ في مطالب انضمام عبدالله سعيد عبدالله شايفينه مع فريق بيرامدز بيقدم مستويات مميزة جدا واحد من افضل لعيبة بيرامدز او افضل لعيبة الدور بشكل عام ده يعني حقيقة اتكلمت مع حد جوه المنتخب حد اجنبي بالمناسبة من المعاونين مع فيتوريا انا بقول بصراحة بصراحة يعني يعني عشان برضو ايه من اعطش جدل وبتاع لا بصراحة كده كلمت مع الجلس هجماعة موقفكم ايه من ضم عبدالله السعيد هم الناس قالك احنا شايفين واحد من افضل لعيبة في الدورة المصر ومن اول ما جينا ومسكنا منتخب مصر واحنا حطينا عينينا عليه ومتبعينه ولعيب كواس جدا بس عندنا معا مشكلة واحدة انه 38 سنة فهو مشكلة فيتوريا هو الجيل بتاع فيتوريا دوت بيحضره بالضبط هم شايفين ان هم لو بنوا خطة المنتخب والجيل على عبدالله السعيد وطريقة الليعب على عبدالله السعيد يبقى هم مش هتطوروه فهو المشكلة الوحيدة اللي قالك انما هي مواجهتنا وهو عبدالله السعيد هيعمل السن غير كده احنا شايفين العيبها بس عالف انا لو مكانهم انا عندي مرحلة مهمة جدا في تصفات كلاسي الأمور الأفريقية دي على اقل عبدالله يساعدني في الفترة ديت وخلاص دي مش مرحلة التجيز دي موبراتير حاسي متين بس بزرط انت كده كده لازم تاخده الست نقط وما فيش بديل عن الست نقط وحتى لو مش هتلعبه خلي معاك كورقة بعمل انت قد فماتش زي ماتش ملاوي ده الامور تبقى اللي قدر الله معقدة تحتاج الورقة زي عبدالله سعيد من تزديدة من فاول كرة حاسمة تمريرة من تمرير عبدالله محمد الشناوي مع مرسي الكولر بعد مباراة صندوان والحاكمه في بعد المباراة مباشرة الناس كتير ما تعرفش الكلام ده ان كولر اتكلم مع محمد الشناوي كان بيعنفه بعد المباراة طبعا لأكتر من سبب اول اسباب اتخانق الشناوي اتخانق مع ياسر ابراهيم بين الشوطين وكانت يعني وسط اللعيبة الاجواء كانت يعني مشتعلة جدا بين اللعيبة الشناوي كان المفروض ان هو يهد اللعيبة او يلم يلم الماتش النادي الاهل يماتش مهم جدا لأ كولر لا الشناوي بين الشوطين اصلا بيعنف ياسر ابراهيم وكان بيتكلم معاه الاجواء ما كانتش مساعدة يعني الشناوي المفروض كان يلم الفريق اكتر وعاوز اقول حاجة كمان الشناوي فيه اكتر من اللعب اشتاكه خلال الفترة اللي فاتت ان هو اصلا دايما بيسلم كولر للعيبة يعني مثلا. بيسلم اللعيبة الكولر. بيسلم اللعيبة الكولر دايما الشناوي بيوجه لوم للعيبة بعد الاهداف لأ المفروض اصلا انت فيه انت كابتن الفريق المفروض بتدخل جوه القوضة تلم الدنيا بتتكلم مع مدير فني لأ بنشوف الشناوي دايما بيحمل اللعيبة كتير جدا بعد المباراة وده بيظهر في التلفزيون كلر دا من الشناوي بعد المباراة عنفه وقال له ان انت مكنتش مركز وعاوز اقول لك كمان ان كلر ما اجتمعش باللعيبة الاساسية منذ نهاية المباراة لحد دلوقتي كلر ما اجتمعش باللعيبة الاساسية نهائية يمكن اجتمع باللعيبة البودلة فقط وما اجتمعش لحد دلوقتي واول لقاء بين كلر واللعيبة اللي شاركت بشكل اساسي في سان دونز هيكون بكرة يعني كلر ما عادش اصلا لحد دلوقتي مع اللعيبة الاساسية الشؤال بقى هنا هل علي لطفي هو اللي هي لعبه ومباراة لطنو ولا لحد دلوقتي ما فيش لحد اللحظة اللي احنا فيها كلر ما عادش مع اللعيبة اصلا لسه ما خادش قرار رسمي بكرة التمرين يعني اول تمرين لللعيبة الاساسية كولر لسه هيقعد معاهم لسه ما خدش قرار رسمي طيب كولر ممكن يشوف علي لطفي الموضوع ده يعني لو بنتكلم بالمنطق لأنه ما فيش قرار رسمي زي ما بقولك لا علي لطفي مش هيلعب يعني لو علي لطفي لعب مطش زي بتاع القطن أولاً هيدمر الشناوي ثانياً هيدمر علي لطفي ممكن يكون عليه ضغط جد جد ده ممكن منطق هناك منطق آخر المنطق الآخر أنه علي لطفي لو شارك في هذه المبرأة ممكن يكون حالته المعنوية أفضل من محمد الشناوي اللي تعرض لضغوط الفترة اللي فاتت ممكن كولر يشوفها أنها مش تدمين لمحمد الشناوي ولكن هو تخليص محمد الشناوي من بعض الضغوط فيحض إيد دي علي لطفي فهي ليها منطق ومنطق آخر طب أقول لك معلومة علي لطفي لحد دلوقتي الناس بتقول أن علي لطفي ممكن يبدأ لحد دلوقتي ما فيش يعني قرار رسمي ده أكيد علي لطفي لحد دلوقتي ما فيش قرار رسمي من الجهاز الفن عظيم طيب يلا أنا جيت أبص على الأولى أتخضيت ده بجد هتعمل لي مشاكل أنا مش عارف مش عارف أني واحد هو ده احنا كلهم صح أنا سعيبها بالصوت طيب حقيقة مفاوضات الزمالك مع رامي ربيعة طيب رامي عقده بيخلص مع النادي الأهلي وكلام كتير رامي هيجدد النادي الأهلي هيجدد رامي رفض طلب يعني الكلام رايح جاي اتقال من الزمالك بيفاوض رامي ربيعة لك من ناحية ناحية ذاين من ناحية اللاعب ومن ناحية نادي الزمالك من ناحية مفاوضات مع أي كمنا الزمالك مع لعب من اللعبة العقدة تختلص في النادي الأهلي حال يعني خلينا نقول إيه ده هكذا شيء نهائى من ناحية صحيح ip لعبة كبيرة يعني لعب grateful يعني يبقي عايزة من نادي الأهلي أو لا مش없لا لعب زما قبل قليل لعيب زي محمد شريف. ده اللي ممكن الزمالك يبقى عايزه. الزمالك محتاج مهاجم شريف. هم بيمرش بقى وفضل فتراته مع النادي الأهلي. ممكن يطلع لعيب زي أفشا. ممكن يكون على عدر زمالك. كان فيه مفاوضات مع مين؟ أفشا كان فيه مفاوضات بالفعل إنه هو ممكن إنه هو يروح نادي الزمالك بكلام مظبوط. النادي الأهلي ممكن يمشي أفشا. أفشا ممكن يكون في نادي الزمالك. الأمور واردة ما. وقفشا وشريف عندهم مشكلة مع النادي الأهلي أصلا. لكن اللعيب في الأولي لما بيبتسل بيبقى خطر. عارفت اللي هو يبقى إيه؟ يا ابني ما نعرف كل حاجة يا ابني بس مش عايز أقول كل حاجة. لكن اللعيبة 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 بتخلص وتحديداً راميرها بعمل في شئ. مين عاد مع عفشا أولي؟ لا ما حصلش أعداد حدام برضو منه. ما حصلش أعداد لحد دلوقتي لكن ما بقولك وارد إن الأفشا يكونوا عرضها للزمالك. بس أنت قلت لي قبل بداية الموسم إنه الزمالك كان أعد مع شريف. آه حصل تفاوض مع شريف والجلسة وصلت للنادي الأهلي. وعشان كده شريف حصل كلام معه من نادي الأهلي إن أنت موجود وإنت يعني من اللعيبة الأساسية بالنسبة لنا وتبقى موجود. فلو بس نرجع لرامير رويع رامي عنده عروض من السعودية وعرض هنا مصري في الدورة مصري من فريق كبير. بيراميدس. أفشا ومين؟ بيراميدس. أفشا ومحمد شريف لو راحوا للزمالك مش يبقى من الأهل دايركت. يعني ممكن يخرجوا في نهاية السيزن دا. مفيش لعيب هيروح للأهل والزمالك من دايركت. آه يعني هي دي الخطة المحطوطة. مفيش لعيب هيروح دايركت من هنا. طيب ما هي قرارات إدارة النادي الأهلي بعد خمسية صندوينز وارسية الخطيب لقنديلة؟ بس هاكمه أولا لحد دلوقتي ما بلغوش اللعيبة بأي قرارات أو بتجميد مستحقات لأن الأهلي لسه ما خرجش. ولكن فيه قرار داخلي من الكابتن محمود الخطيب إن خلاص فيه عقوبات يعني غير مسبوقة في النادي الأهلي. يمكن في الخمسية الأولانية شفنا 350 ألف جنيه. أنا بقولك إن الغرامة اللي هتبقى على لعيبة الأهلي وده اللي هتتحدد يوم السبت بعد مطش الهلال وصندوين. هو ده اللي هتحدد الغرامة دي. ولكن هي تصل لنصف مليون جنيه مثلا. يعني لسه لسه القرار لسه ما 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 قرروش بالزبط كام. ولكن الغرامات غير مسبوك هتعدد 350. كمان الغرامات دي مش هتطول بس اللعيبة. طول الجهاز الإداري بدون ما نقول أي أسماء عشان ما حد يزعل منها. من غير ما حد يزعل منها. لأ سأنا بس أقولك الجهاز الإداري وقالك ما حد يزعل منها. تموه الجهاز إداري كبس أحفيز الموديل الفني مارس الكولر. هتقولي للجهاز الكولر برضو مفيش في عقده حاجة بتقول إن هو ولو خسر بالخمسة ممكن يبقى فيه عقوبات كبيرة. ولكن فيه غرامة طبعا إن هو خرج من دور المجموعات ودي طبعا يعني معلومة أكيد. شفت أنت بقى الجهاز إداري بس أقول أسماء عشان ما نزعل. هو الرئيس النادي لا بس مش هقول أسماء يا فعلا. ناو ده برضى عمار. طيب. أستاذ هواري العنوان القادم هو المنتخب يفجر أزمة في حراسة مرمى الزمالك وسر غضب فيتوريا. طيب الموضوع ليه الشقين زمالك ومنتخب نتكلم على موضوع الزمالك كريم عواد اللي كان بيلعب وكان موجود. صبحي خد مطشاط وبدأ يدخل زمالك كسب الترجي في وجود محمد صبحي فقال لك نكمل فحصلت أزمة. عواد أتكلم مع الجهاز الفني إن أنا دلوقتي أنا المفروض كنت رايح المنتخب وموجود مع المنتخب. أما قعدتوني أنا خلاص كده هبعد عن المنتخب. محمد صبحي تكلم هو كمان مع الجهاز الفني أنا لازم أكمل عشان أنا اللي أروح المنتخب. فاتفجرت أزمة جوه أرويقة نادي زمالك من قصة المنتخب. الشك الثاني في المنتخب نفسه إن المنتخب الجهاز الفني غاضب من مستوى حراس المرمى. الشنوفة مستوى تراجع كبير جدا. مفيش حارس ثابت في زمالك وما بيقدمش مستوى ثابت. فأنت عندك الحراس أصلا اللي بتعتمد عليهم مستوها متراجعة جدا. ففي حيرة جوه جهاز المنتخب من اختيار الثلاث حراس أو الأربع حراس اللي هيكونوا موجودين. الحارس اللي عليه شوية شايفين إنه هو ماشي كويس. يعني مفيش أخطاء بتؤدي كريم لأهداف أو بتؤدي لخسار اللي هو فريق بيرامدز. والحارس حراس الشنوفة. هم شايفين إن الشنوفة مع بيرامدز ماشي بشكل كويس. وأخطاءهم مثل مثلا أخطاء مثلا شنوفة الأهلي في ممبرات سان داونز. خطأ عواد في ممبرات الترجل لزمالك خسرها. فهم عندهم مشكلة في الاختيار دلوقتي. وعندهم نفس المشكلة إن طيب ماتش الأهلي. هل علي لطف اللي هيخش في الشنوفة هيبقى بعيد؟ طب عواد اللي كان مفروض إن إحنا هنضمه. فهي عاملة مشكلة فهم ما مستنين نمطشين عشان يحسنوا التلاتة اللي هينضمه. هل هى أي مفاجأة في حراس المرمى من الأندية اللي موجودة في الدول الماسر؟ أسماء مش مكتش موجودة في المنتخب كثير؟ لا يعني ما أعتقدش بشكل عام أصلا كمان على القايمة اللي أنا برضو أنا سألت في القصة دا كريم. بشكل عام مش هيلو أسماء كثيرة يعني مثلا مران عطيها يخش. دا بالنسبة لهم هم اللي مش مفاجأة. كما وجود معنا قبل كده ملعبش وخرج بس هو مش مفاجأ احنا ضمنا قبل كده. لكن فكرة ضم لعيبة جداد لأول مرة بعدد كبير دي مش هتبقى موجودة. صدر في مركز حراسة المرمى. صدر في حراسة المرمى هم مستقرين هم يتبقى ثلاثة لو في رابع لو المطشين الثلاثة الجندل في حرس يعني نور جامد. عظيم احنا لسه مكملين مع حضراتكم مع هواري وأحمد خالب بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا. يعرف حضراتكم مرة أخر أحمد هواري كاتب لي عنوان هنا لطيف قوي. محاضرات فريرة تصير اندهاش لعيب الزمالك. ليه بتصير اندهاشهم لدفريرة؟ تعرف دايماً أنا بحب كواليس المحاضرات وقلت اللبس دايماً دي بيبقى مليانة كده أحداث سحينة دايماً يعني. فسألت الراجل يا جماعة طب إيه؟ اتقلي من مصدرين مختلفين. وده يعني أصار اندهاش أنا شخصياً مش اللعبة. النفريرة في المحاضرة الأخيرة كريم في الفندق دايماً ليلة المطشة في محاضرة مدرب بيعملها مع ليب. صح. بيقول لعيبت زمالك إيه؟ انتو عايزين تلعاوز زي. لا. والله ما بحرق. أنا بقول لك اتقليت لي من اتنين لعيبة. عشان بيبقى صرحة كده. بيقول اللعبة تحبوا تلعبوا ازاي؟ هتلعبوا اه. حابين تلعبوا ازاي بكرة. والله اتقليت لي من اتنين لعيبة. وأصارت اندهاش أنا. ان لعيبة نفسهم بقوا مستغربين ان الراجل بقاله فترة أو كذا ماتش بيقولهم كده. فاهم؟ وده يدول ان الراجل خلاص. وبرضه هم نفسهم عنده مشكلة. اه بيع القضية طبعا. وهم عندهم مشكلة برضو. ان بقولك يا الراجل ما بين برناش. خلاص احنا عارفين التمرين تقسيمة. وشكرا. الموضوع انتهى. اه بالزبط. فانت عندك خلاص انت وصلت العلاقة بين اللعيبة وبين فريرة. ان خلاص في مرحلة من عدم الثقة. مش هوسكين في الراجل. والراجل نفسه بقولك انتوا عايزين تلعبوا ازاي يا جماعة. فهي ازمة ما بين الاتنين يعني. طيب. احمد صفقات الاهلي الجديدة والمراكز المطلوبة. لحد الوقت برضو لو تكلمنا في مراكز واضحة. وكله عارفها. والنادي الاهلي كان المفروض ان هو يدعمها من يناير. اللي هي الزهير الايصر ورأس الحرب. في مراكز تانية. الاهلي بيفكر فيها طبعا المساك. المساك عاوز اقولك ان الاهلي مش هيدوم اقل من اتنين مساكين. الاهلي برضو بيفكر في حارس مرمى. لحد الوقت النادي الاهلي بس موضوع حارس المرمى. مش لاقي حارس كويس ينفع يكون مبيل. مين بايشة في قاتل انت اتادي كلها في اسماء معروفة او اسماء ابتدت الترح. برضو كلها اقتراحات مفيش اسماء. لان احنا لسه بدري لسه بدري جدا. هل الاسماء المقترحة ايه؟ مفيش اسماء جوه الاهلي. مفيش حد الوقت النادي الاهلي دخل في مفاوضات معه. وبيفكر فيه بالاسم. كلها ارقد مراكز. خمس مراكز. برضو ده لعيب. برضو خلينا نقول ان اكتر اللعيب المحلية اللي بتترشع ده من وكلاء لاعبين. يعني حد مسؤول في النادي الاهلي قال لي. اسماء جلال لم نتفاوض معه. مفيش نية ولسه ما تكلموش معاه. طيب طيب. هولي. زيزو. قزمة زيزو مع لعيب نادي الزمالك. يعني. هقول لك بس حتة لسؤالك على احمد هكمل لك. هقول لك من دلوقت احنا قدامنا مثلا خمس شهور على فترة انتقالات. ماشي. الخناء على مين؟ مسلمة جلال. احمد عاطف. ابراهيم عادل. عمر كمال عبدالواحد. تاني. دول الخناء اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. خمس صعيبة دول هما الخناء عليهم في فترة انتقالات الشيط. طيب. قل لي باني. عزمة زيزو مع لعيب. عزمة زيزو. اللعيبة وش فوش. والله جماع احنا عندنا مشكلة في خط النص والله احنا عندنا مشكلة في الباكليفت. عندنا مشكلة فاللعيبة ما تتقبلش ده. انت مش كابتن فرقة عشان توجيهنا. وانت مش فرض في الجهاز الفني عشان توجيهنا. المدرب نفسهم ما بيجي بيوجيهنا. ماشي ده راجل مدير الفني او حان. فهم عندهم مشكلة. حصلت يعني مش عايزة اقول خناءة. بس حصل يعني تراشق الى حد ما او مشادات خفيفة كده. ما توجيهناش ما تكلمناش. لدرجة ان هو رد قال لهم انا لو لانا بعمله الفرقة مش هيبقى لها شكل هجوم. لانا بعملوك من اداء يعني. اه. الفرقة مش هيبقى لها شكل هجومي. فده عمل ازمة ما بينه وما بين اللعيبة. اللعيبة قالوا له ما تتكلمش. حصلت نعم مشادات. ما بينه وبين فتوح. انتقت فتوح ففتوح رد عليه قال له ما تتكلمش. الونش في المطش مبارح قال له ما توجيهش اللعيبة. ما لكش دعو بنصر وراني متكلمش مع حده خالص. فانا بقول لك هيا فيه مشاكل ما بينه وما بينه بعض. فوقت اللبس. واللي انا بقى مستغربه. ان فين الجهاز. يعني فين الجهاز كوره. الموضوع بتتنقل الملعب كمان. ملعب كمان. كان انساء اللعتي المدرب بيقول تريد تلعبه ازاي. لا يا بص الدنيا بعيزة بشكل مش طبيعي. انا بقول لك يعني العيب. بينطاقت زميله. فزميله بيردوا عليه. والجهاز كجهاز كوره وكجهاز فني. مش موجودين اصلا. ما بيتدخلوش انهم يحلوا الازمات دي مع بعض. فانت عندك ازمة ما بين اللعيبة. انه وصلت. انه في قط اللبس. خط الهجوم بيحمل خط الدفاع وخط النص. وخط الدفاع بيحمل خط الهجوم. وهكذا. شكرا. ها طبعا. هوري انا بشكرك شكرا جزيلا. يا العالم مميز. دايما انا بقى مصوت انا معك. حبيبي. احمد انا اتشرفت جدا بتواجدك معنا النهاردة. وانكررها كثير اكيد. انا اسعد والله. حبيبي شرفت. اشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا. ده بيقول لي اللعيبة تلعبه ازاي. متأكد اهوالي. انا بقول لك مصدرين والله. انا باشكر حالاتكم شكرا جزيلا. اشوفكم يا رب. على الف خير.